وقعت مصر والسعودية مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات غير البترولية ومجال تطوير صناعة السيارات وخلال اللقاء مع نظيره السعودي قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن اللقاء أكد أهمية إيجاد ألية عمل مشتركة للتعاون في مجال الثروة المعدنية لا سيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية من جانبي أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إلى توجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية اتفقنا على بعض المخرجات إن شاء الله سيكون هناك تعاون وتكامل صناعي ما بيننا وما بين المملكة في بعض القطاعات الموجودة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين سيكون هناك تعاون ما بيننا في السوق الأفريقي سيكون هناك تعاون ما بيننا في مجال الثروة المعدنية زيارتنا في هذا اليوم للشكيكة مصر هي امتداد للعمل الذي تكلم عنه معي الوزير في إيجاد سبل التعاون بين المملكة ومصر في قطاع الصناع والثروة المعدنية كما تعلمون جميعا الحمد لله العلاقة المتميزة التي تربط البلدين علاقة تاريخية ومهمة قيادة البلدين حريصة على تنمية هذه العلاقة نحن في الجانب الاقتصادي حريصين أن تكون الجوانب الاقتصادية والتعامل التجاري وتنمية حركة التجارة ما بين المملكة ومصر أيضا على نفس المستوى من التميز